نحن معاشر الأحباب نحتاج وبعضنا يودع أبناءه ويخشى ما يرجعون فعلا فيه ذهب أناس خرجوا وما عادوا وبعضنا يضع ماله عند تاجر من التجار أقسم له أن الربح عنده مائتين في المئة بل أربع مائة في المئة وبعضهم قال ألف في المئة وما أتت المئة وما أتى الألف وما أتى رأس المال وخرج ولم يعد البعض ودع الأطفال وضموه وشموه وكانت آخر نظرة نظرها إلى أبنائه أليس كذلك؟ والبعض دخل المستشفى عملية قصيرة إنها إزالة تورم أو كيس دهني أو أنه يريد أن يستأصل زائدة دودية فدخل على البنج وما أفاق إلى الآن ورحل رحمه الله بعضنا ودع الناس على يقين أنه سيعود لكنه نسي أن يستودع نفسه ربه نسي أن يستودع الحافظ ليحفظك فلما أنسي أو أن الله أراد أن يبتليه سبحانه ابتداءً ما عاد مما استودعه شيء نحن في حاجة أيها الأحباب أن نجدد الإيمان مع الرحمن وأن نقف مع اسم الرحيم الحافظ والعليم جل وعلا الحفيظ حتى نعيش أيها الأحباب لذة أننا نطمئن إذا ودعنا شيئاً من أموالنا أو أبنائنا أو عافيتنا أو ديننا نعم نودعها الله وننام لما؟ لأنها في حرز العظيم الحافظ سبحانه وتعالى وقبل أن أدخل في تدبر هذه الآية فالله خير حافظ قال وهو أرحم الراحمين ما علاقة الحفظ بالرحمة بعضنا يعتقد أنه لو ذهب مع أبناء في مشوار أن وجوده معهم أن هذا يحفظهم الله يكون في عونك لا والله أنت تحتاج حفظ وهم يحتاجون حفظ والجميع يحتاج إلى رعاية الله ولذلك اعلم أنك لن ترحم شيئاً من أبنائك ولا زوجاتك ولا أموالك أكثر من رحمة مولاك فودع الأمر له وتوكل عليه وفوض الأمر له فإنه سبحانه مستودع شيء فأضاعه لأنه الحفيظ ولأنه الحافظ سبحانه ولأنه أرحم الراحمين فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين والحفظ لا يمكن أن يحفظ شيء ويرعاه إلا الرحيم وهو أرحم بنا من أنفسنا ومن أمهاتنا وأعطيك تطوافة سريعة على حفظ الله لأنبيائه وهم الصفوة ذاق الآلام إيه والله ذاق الآلام ذاق الأحزان نعم ذاق الأحزان إن الأنبياء وهم صفوة البشر ومصاصة البشر وهم قادة البشر إلى طاعة رب البشر ذاق الآلام لكن كانوا إذا استودعوا شيئاً فإنهم يؤمنون أن الله لا يضيعه ولو أنهم استودعوه وما رده فلأن الله قد حفظه في جنات النعيم لهم ولذلك أحياناً بعضنا يقول استودعكم الله ولا يعودون كيف يا شيخ استودعته وما حفظ هو قد حفظ لكن ليس في مكة ولا جدة ولا في الفانية إنما حفظه لك أجر وأدخره لك ذخر وأنت على باب الجنة هناك تلتقون وفي قصور الجنة وعلى الأرائك تجتمعون لو قيل لأحدنا تعيش مئة سنة وإلى النار أو تقبض الآن وإلى الجنة من منكم بيرجع للبيت؟ والله ولا واحد اقبض بل ونتداحى وقف أنا قبلك يا ملك الموت اقبضني قبل فلان لما؟ لأني ماذا أجلس في الدنيا وآخر محطاتها النار إذا كان قبضي الآن يوصلني إلى رحمة الرحيم الرحمن وسيؤمنني الله من الفزع ومن النار فمرحباً بالموت ولذلك أحبابي بعضنا قد يقول يا أخي أنا دائماً أقول اللهم إني استودعك أبنائي وما عاد محمد وما عاد صالح وما عادت هند لأن الله أراد أن يحفظها أين ذخراً وتشفع لك يوم أن يشفع الصغار للكبار وهناك في كفالة إبراهيم ولذلك أيها الأحباب بعضنا استودع وما عاد الذي استودعه لأن الله يعلم وهو العليم الخبير الحكيم أنه لو أعطاه أو لو رد له ما الذي استودعه لربما فتنه أيقتلوا الخضر شاب زهي بهي يقتله ويكون قتل الخضر للصغير حكمه خشينا أن يرهقهما هاي هذا الصغير خشي الله خشي الخضر بأمر الله له أن يرهق الوالدين طغياناً وكفراً نبي نريحهم خليه يموت صدقون بعض بعض الآباء يرحل بعض أبنائه فيكون ذخراً خير للإبن لأنه لو كبر أشقى الأب وخير للأب لأن الإبن لو كبر فتنه فيكون ذخراً له يوم القيامة فيدخل مع ابنه الجنة لأن الله أخذ في سن هو العليم بأخذه سبحانه كما أنه الحكيم يوم أن أعطاك إياه إذن نحن مع الحافظ سبحانه ونبدأ بنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول وهو يضع ابنه وزوجه ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم الحكمة ماذا تقول تفريط ولا ما في تفريط ترميهم في وادي غير ذي زرع ولا ماء من منا يفعل ذلك والله ما يفعلها أحد ولو فعلها لقالت المرأة الآن سقطت من عيني والوعد المحكمة بكرة أطلب الخلع منك يا ساقط الرشد والعدالة ترميني هنا ما معي حليب طيب معك صرافة ومعك فقالت لا حليب أهم شيء حليب يعني لو نقص شيئا من مالها أو من حاجتها أو من متاعها لغضبت عليك وذكرتك بها بعد مائة سنة تذكر ذلك الله صبرني عليك الله يجعل ما جرالي معك يا بفلان كفارة وأنت الله يجعل ما جراله معك أيضا كفارة وهناك تبادل ولهذا أقول أيجعلها في واد غير ذي زرع لولا أنه يؤمنوا أن الذي أمره وهو الله وهو الحافظ سيحفظهم علم أنه الحافظ فتركهم بوحي الله حفظهم أم لم يحفظهم أنتم في مكة لأن الله حفظهم صدقون أنتم جايهين تسكنون هنا لما لأن الله حفظ هاجر وحفظ إسماعيل وها هي تجبى إلى مكة الثمرات من بلاد الأرض كلها وتهوي إلى مكة الأفئدة أي إنه الحفيظ والحافظ سبحانه وتعالى يأخذ السكين إبراهيم ويقوى يضع السكين المدية على رقبة ابنه ويمرها أتمرها؟ نعم لأن الذي أمرني بإراقة دمه هو الوهاب والوهاب حفيظ وحافظ فلما امتثل حفظ الله له ابنه وسجل في الدهر أنه منيب أنه أواه أنه حنيف عليه الصلاة والسلام يلقى في النار وبين النار وفي الهواء يقول كلمة يحفظه الله بها وما هي الكلمة اللي في قلبي وقلبك حتى يحفظ الله عافيتك يحفظ ولدك يحفظ دينك يحفظ فؤادك يحفظ قلبك أن لا ينفطر هناس يقال لهم أحسن الله عزاءك في أبنائك جميعا شهدت موقفا قد قلته مات أحد عشر ابن وابن وزوجتين لرجل ولم يبق من ذريته أحد في حادث مرور واحد ما كان ما زاد إلا أن كان قائما فجلس ثم حوقل لا حول ولا قوة إلا بالله ثم استرجع إنا لله وإنا إليه راجعون ثم قال أجرني يا رب في مصيبتي واخلفني خيرا يا رب اربط على قلبي وأتى مكة وجاور مكة فترة حتى عاد والنور يجري في وجهه والبعض تصدم سيارته تموت بغلته تموت بقرته وينشطر قلبه إن الذي يعلم أن الله حافظ وليس المرادا يحفظ لك في الدنيا قد يحفظهم لك في الآخرة ذخرا فيكونون لك ذخرا أعظم مما أقذ منك يا من هلك ماله احتسب يا من مات ابنه احتسب يا من تعكرت صحته احتسب يا من شابت رحيته وكثرت أمراضه احتسب فإن الذي حفظها لك فترة ها هو يمتعك بآخرها زمنا سيأتي يوم تصبغ في الجنة صبغة فتذهب الآلام على باب الجنان إذن عندما قال في السماء حسبنا الله ونعم الوكيل كان الحافظ سبحانه يصدر الأمر على النار كوني بردا وسلاما والله إن الذي أمر النار أن تكون بردا وسلاما هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو رب إبراهيم وربك وقدرته سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى لكن كن كإبراهيم أعطني إيمانا كإيمان إبراهيم ينبت الله لك زهورا في الجحيم لكن هات القلب الذي به الإيمان الخالص أيضا هذا موسى أمه يوحي الله إلى أم موسى إذا خفت عليه أدخليه البيت ممكن أسكري عليه الباب ممكن لكن لا يقول ألقيه في اليم أنا إذا خفت على ابني أرميه في البحر أنت رأيتم أيها الأحباب يوما من الأيام أن خائفا رمى نفسه في المحيط ليبقى الخائف يهرب من الماء الماء يسميه العوام غدار وكم في بطنه من الأمم غرقت ورحلت وكم أدب الله به من الأمم هذا الماء إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رده إليك من الذي رده؟ رده موسى؟ لا رده ابن ملك ورده والأم أمه والمال مال عدوه ويتربى في ردهات قصره يا سلام يا شيخ حافظ حفظه يجعل العقل يدهش ما لك إلا أن تسجد في محراب الإيمان فتقول سبحان الحفيظ سبحان الحافظ سبحان الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ويقف نبي الله يقف نبي الله على الماء نفس الماء وإنا لمدركون وكأنهم يقولون ضحكت علينا يا موسى حتى أدركنا مشرقين طلعت الشمس الجبال والماء والجيش من الخلف كلا إنه الذي حفظه بالماء هل ماء له عجائب؟ عصى تضرب بها مياه تتلاطم وأمواج تتراكب وظلمات بعضها فوق بعض فيقف الماء الرقراق جبالا وكالطود العظيم يا شيخ فيمشون على الماء بأقدامهم وهل مشى قبل موسى ومن معه على الماء إذا سئلت في بقعة في الأرض ما شافت الشمس إلا يوم وما شافته بعد ذلك إنها قاع البحر الذي مشى عليه موسى فلما أن أزاح الله الماء نزلت الشمس عليه فلما أن تودع رجع ليضرب البحر قال الله له واترك البحر رهواً ما لك دخل في البحر إنهم جند مغرقون سيعود الماء إلى رقراقه وشفافيته الأولى وسيلانه وسيكون عذاباً كما كان لك من قبل رحمة إنه الحافظ نعم أيها الأحباب أيضاً من الوقفات مع الأنبياء يوسف كما قلت يوسف حفظه الله في جب وقال عرقية في جب في صحراء من الذي أمر القافلة والسيارة أن تخرجه إنه الحافظ يدخل القصة فيقف أمام أعظم الفتن ويزيغ القلب ويسكر بالشهوة عند وقوف أي تقي إلا من حفظه الحفيظ سبحانه معاذ الله إنه ربي أحسن موثوائي من اللي عصمه؟ من اللي حفظه؟ ترى ليس الحفظ أن يحفظ الله لك خمسمائة ريال سقطت منك عند باب من أبواب المساجد فيقول يا أخي الله له مين علي الخمسمائة وجدتها يا أخي الله خلق قلبك ينبض من ستين سنة حافظه سبحانه وتعالى ولو لم يحفظه ما نبض نبضه ولو لم يحفظه لما استطعت أن تكون حياً بعد نوم والنوم ميته إذن حفظ الله جل وعلا حفظه أمام الشهوة وحفظه في السجن وربط على قلبه ثم حفظه يوم أن كان على مال العزيز والمملكة الفرعونية الكاملة حفظه أيضاً وإخوته يزيدون في ظلمه إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل مستفزة مستفزة والله يتجعل الواحد ما يسامح ولا يعفو لكنه أسرها في نفسه ولم يبدها لهم حفظه وهو يعفو عنهم لا تثريب عليكم حفظه وهو يلقى والده ووالده لما أقبل مع قومه وأهله رفع على العرش العرش كان عليه يوسف فرفع رفع أوأ وأبويه لم يجعلهم تحته احتراماً وإجلالاً لهم ثم خر الجميع له سجداً بعد ذلك كان موحداً ما نسب الفضل لنفسه إننا أيها الأحباب نحتاج من الحفيظ أن يحفظنا في جميع مناح الحياة هل تستغني عن الله طرفة عين؟ أقل بعض وقت والله لا تستطيع أن تستغني عن الحفيظ ولا طرفة عين أو أقل والعجيب أن يكون عبد لا يستغني عن المعبود ثم هو يبارز المعبود بالمعصية أو ينسب الفضل للغيره وانظر أيضاً أيها الحبيب من الذي حفظ محمداً عليه الصلاة والسلام من كيد قريش؟ حبيبنا عليه الصلاة والسلام في الغار وصاحبه قد خاف على صاحبه ولم يكن الصديق يخشى على نفسه ويوانظر إلى الحبيب ويقول لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أيبطش بهم أحد؟ والله ما يبطش بهم أحد هل نحن نستشعر حفظ الله لنا؟ الصدقون أحبابي لو ارتفع حفظ الله عننا لما بقي أحد جالس على هذا المكان والله ما تستطيع أن تعيش فوق ملك الله والحافظ ما حفظك ولولا حفظ الله لنا لسقطت السماء لتزلزلت الأرض لتدمرت كما سنأخذ بعد قليل إذا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام حفظه الله في الغار وحفظه أيضا يوم الأحزاب يوم الخندق عندما يرسل الله الرياح جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجرة وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا فيأتي الريح يكفئ القدور يملأ العيون ثم تتفرق ويتولى الجمع ويولون الدبر لأن الله حفظ المدينة وحفظ الصحب مع أن المدينة فيها المنافق وفيها اليهودي ذاك الوقت وفيها المشرك وفيها المتربص وفيها المؤمن التقي وحفظ الله محمدا عليه الصلاة والسلام بل إن السماوات والأرض قد حفظت أيها الأحباب من الذي حفظ الأرض من أن تدمر يقول علماء الفلك أن هناك نيازك وشهب تنطلق بسرعات مخيفة لو أن رذاذا وغبارا من غبار بعض النيازك ضل طريقه وما ذهب في الآفاق البعيدة ومس الأرض لتدمرت الأرض وذهبت رمادا الله أكبر كل يوم كل يوم كل يوم الخطورة محدقة الحافظ سبحانه من علمه لا يخاف ولو أن أحدنا ضرب صدره لأحد قال أبشر بعزك عندي كل أمورك لا تخاف لا تلاحظون بعضنا إذا بغى يقول لك يطمن قال نم نم عندي نم والله من واحد نام ولا يستيقظ ويطق صدره هذا هو اللي أصيب ليس الذي يضمن له الضامن مات والمضمون له لا زال حي والطبيب يعالج ويقول للمريض إن شاء الله بتعافى والدكتور ما جاء من أمس مات في فراشه فإذا هي مساكين يبقى أن العبد السعيد المطمئن الذي في ركن العافية القصي هو الذي مع الرحيم الرحمن الذي هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين أيضا من الذي يمسك السماء الله جل وعلا قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه لماذا لم تقع وهي السقف المرفوع وهي التي نراها بلا أعمد وبغير عمد ترونها لماذا قال الله إن الله بالناس لرؤوف رحيم لو وكل إلينا أن نمسك السماء ما رأيكم أحبابي والله مصيبة لو قال الله سأحفظكم من كل اضطراب الأرض ومن أن تموج الجبال عليكم وأن يتعكر الهواء وأن سأنزل عليكم الماء لكن عليكم أن تمسكوا السماء ألا تقع على الأرض وفوق الأرض أكثر من سبعة آلاف مليون إنسان وش رأيكم لو أن كل بلد أمرها الله أن تحمل سماءها والله مصيبة والله ما نستطيع وفي النهاية سقطت السماء في الأرض الفلانية ليه قالوا والله خمسة ناموا طبعا سيناموا أدركتهم السنة وققعت سماؤهم فماتوا لو أن الله أمرنا أن ندق جبل واحد من جبال الأرض ندقه متر واحد في الأرض والله ما نستطيع أن نجعل جبلا وتدى نحن مساكين الله مسك السماء أن تزول وأن تقع على الأرض إلا بإذنه مع أنه إذا أمر لقيام الساعة أن تقوم إذا السماء فطرت الكواكب انتثرت العشار عطلت الجبال نسفت والأرض تبدل الأرض غير الأرض والسماوات سماوات مطويات بيمينه سبحانه ولذلك عندما تتفكر في الكون لو قيل لنا هناك صدوع صدع كبير في السقف هنا تجلسون تحتنا تسمعون الدرس تقولون يا ابن عتيق ارجع للرياضة الله يجزاك خير والله ما نضمن لو قعقع السقف ثم سجد ننتهي نحن لو لا حفظ الله لنا وضمأنينتنا أن السقف قد شد وأنه مهندسه متمكن ما نجلس تحت سقف صحيح وتذكرون ذاك الذي جلس تحت سقف فقال لصاحب قال سقفك يطقطق يعني في صوت ططقة قال لعله يسبح فقال الضيف أخشى أن تناله نوبة خشوع فيسجد ليسبح فيسجد فكان يداعبه فعلا الطقطة ما ترتاح في مكان تخشى سقفه يسقط أو أرضه تميد ثواني من الزلازل ماذا فعلت في الأرض أزالت بناء من أربعمائة سنة وبعض البلاد راح منها أبنية من ألف سنة في هزة ما تجاوزت ست عشر ثانية سبحان الحفظ سبحان الحافظ والله لو لا حفظه ما بقينا فوق ملكه آمنين مستقرين إن ربي على كل شيء حفيظ كل شيء حفيظ أدخل الهواء في رئتك لو لا أنه يريد لك الحياة لو لم يكن يريد لك الحياة لما خرج هذا الهواء الماء تموت عطشاً لو لم تشربه يدخله وأنت ضامع عطشان بلذة لكن قبل شربه أن ستشرب هذه كلها قيل لك إن شربتها لن تخرج تشربها كاملة تبلل لسانك فقط وفي النهاية يا ربي يا رب حتى يزول ما بك من داء هو الذي حفظك ولذلك لماذا في قلبك غيره لماذا تحب غيره لماذا تتذلل لغيره لماذا تخاف غيره لماذا ترجو غيره لماذا تحلف بغيره لماذا تسأل الحفظ من غيره إنه الحافظ سبحانه وتعالى لو لا حفظه يقول الله قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن رعاية والعجيب أنه حتى الكافر وهو كافر الله يكلأه ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى فيها كافرا شربة ماء ومع ذلك يعطيه وقد يبهجك أو يجعلك تستغرب وتقف منبهرا أمام ما عند الكفار من حضارة ولا يسمى الحضارة ما تسمى الحضارة حضارة إذا كانت مادية الحضارة دائما هي بحضارة الروح والأخلاق وإذا عرفنا الحضارة أنها بناء الروح والخلق فليست هناك حضارة إلا الحضارة الإسلامية لأن الحضارة التي تبنى من المادة فقط تنهار تنهار إذا طفئت الكهرباء سرقت البيوت لأن كانت الكهرباء هي التي تراقبهم لكن إذا كان الحضارة حضارة روح تطف الكهرب ولا تولع الكهرب فالسرق حرام في دين الإسلام ولذلك لا أحد يمد يده إلى شيء أعود فأقول الذي يكلأنا هو الله وهو الكريم سبحانه وتعالى هذه الرعاية سؤال ما الذي يريده الله مني حفظني ومنذ متى منذ أن كنت نطفة في رحم أمي وهو يرعاني وأرسل ملكا ليحميني نعم وملائكة تدبر الأمر في الدنيا بين السماء والأرض فالمدبرات أمرا لترعاني وعلي منهم حفظه وإذا قرأت آية الكرسي عند النوم يباتوا على رأسي وفي شعاري ملك حفظ عجيب مع أن معي في هذا الكون قرناء وجان وسحرة وعيون وجراثيم وفايروسات وأوبئة كل ما حولي يغتالني لو لا حفظ ربي ما الذي يريده مني ربي يريدك أن تكون خليفة الله بماذا فوق الملك أن تكون عبدا منيبا عبدا منيبا تشرب الشربة فتحمده فيرضى عليك والله يا أحبابي أن ثمن الجنة رخيص إن الله لا يرضى على العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة الوحدة يعني تصور تشرب أربع مرات وتحمد الله يرضى ربي عليك يرضى ربي لأنك أقررت للحافظ بالحفظ وللإله بالعبودية وما صرفت ذلك لغيره شرط أن يكون الله عظيما في قلبك وأن تخرج كل عظيم من هذا القلب أطرد برا كل الأكناف والأمراض خوف زلزلة الأمن في القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب من أكبر ما يزلزل الأمن في القلب أن تصرف جزءا ولو يسيرا شيء لله تصرف لغير الله حب الحب الأسمى الحب المطلق لله وحده الخوف المطلق من الله وحده الرجاء والرغبة المطلقة من الله وحده إذا أعطاك من الخلق ما تحب فلأن العظيم أمره أن يعطيك فاشكر الذي وهب قبله فهو الوهاب إذا كان بعضنا إذا حط على بيتك كاميرا قال ما أحد يقدر بعد اليوم يسرق لأني أصور كل سارق لكن اللي أعطاك يا أخي هالنعمة والمال حتى تصور جدارك مثلا معننا في أرض الأمن والأمان بفضل الله لكن اللي أعطاك هو الله فاشكر الله إذ وهبك وإلا فلربما تموت بي تموت بشيء وهبك إياها الله بس ما حفظك به لو قيل للواحد مننا هذه سيارة بمليون ريال مليون ولكن في زمن الشانة القادمة العام القادم سيقع عليك حادث وتزول عافيتك وتبقى مشلولا ما بقيت الحياة تريد هذه وإلا سيارة قيمتها ألف ريال لكن ستبقى معك ستين سنة بحفظ الله لا يصيبك فيها شيء مع حفظ الله الله يحيي الددسن غمارة أتدخم مع سماعات الرادو صحيح ولو كانت أفسد سيارة تمشي بما أن الله سيحفظني هذا البيت الجميل هذا البيت الذي قيمته عشرين مليون يخشى أنه على حزام بركاني أسكن فيه بس ممكن يثور البركان وتتقطع الأشلاء والتي بها الشقة اللي في الدور الحادي عشر والمصعد خربان لكن الله حافظك فيها بإذن الله من كل باء داء وبلاء يسكن في السادس عشر ولا لا يسكن ولا يسكن في مكان لا يحفظ فيه لذلك أنت فوق الأرض اسأل الحافظ أن يحفظك ولذلك الواحد يقول الحمد لله على النعم فإن كثيرا ممن وهبوا النعمة وما شكروا المنعم يعيشون الخوف يتزوج وزوجة حذابه ينجب وأبناؤه عذابه يرزق ورزقه عذابه خايف خايف إذا أتت الدنيا خايف أنها أن تخرج فإذا خرجت خايف أن لا تعود لذلك الحافظ السبحانه إذا استودعت الله شيئا حفظه استودع عافيتك أبنائك إلى غير كما سنذكر أيضا أيها الأحباب حفظ الإنسان تكلمنا أولا عن الأنبياء ثم الكون ثم حفظه جل وعلا لهذا الإنسان كم من مصيبة كم بيننا وبين أن ترفع العافية تخرج من بيتك في تمام زينتك وتركب طائرة تركب سيارة ليس بينك وبين أن تزول كل النعم التي عندك إلا ضرب كفر كفر ينفجر إطار صحيح تتعطى المروحة من مراوح الطائرة صحيح موج عظيم في باخرة فيقلبها كل واحد منا خرج من بيته الآن لا أقول بالأمس اللي خرج الآن أنت خرجت من بيتك أن تعود إليه أنت معرض للأخطار قاطع شارع وتسوق معك الواتساب وهي جريمة من الجرائم أنك تسوق معك هذه الأجهزة ممكن أن تواقف الإشارة حمراء فيأتي شخص من الخلف يصدمك لتموت أو يصدمك لتقطع الإشارة ويصدمك إنسان أستإشارة له مع أنك ما أخطأت بدلت كل الاحتياطات رابط الحزام ولكن الحفظ ما وقع من الحافظ سبحانه حتى تعلم أنك ينبغي أن تطيل الحمد تطيل الشكر تطيل السجود تصيل الذكر تطيل نعم التسبيح تطيل رفع اليدين تكثر صرف القلب وما فيه من عبادة لله اعلم أنك معرض فوق ملك الله على أن أي نعمة تنزع منك إذا رفح الله عنايته منك يذهب المريض إلى الطبيب قال وش رايك نسوي تحاليل شاملة جميل الله يجزاك خير دكتور يعرفني يحبني والله ما بدت بداية العد التنازلي إلا هالدكتور اللي يعرفك فلما كشفه وراء قال عندي شك في كذا وكذا نريد نعيد هذا التحليل مرتين أعدته قال والله نريد نرسله إلى التخصص بدأنا في العد التنازلي لرحيل العافية شوي قاله نرسل إلى ألمانيا ونبغى مقطعية لا نبغى رانين مغناطيسي دكتور وش فيه والله مشتبهين في رأسك ورم كبير لا ندري ما الله صانع فيه ستين سنة كنت في عافية تبدأ تلتفت تقول يا رب الواجب علينا جميعا قبل هذه المرحلة أن نقول يا رب من شغاف قلوبنا لأنه الذي بقدرته أن يقول لهذا المرم كن فلا يكون وهو الذي ينزل القرآن على جبل يتصدع ما ينزل على ورم يتصدع يزول لكن كلما ازداد إيمانك بالحفيظ سبحانه ازداد توكلك كلما ازداد حفظك ازداد رعايتك هناك مصائب صرفت عنا لأن الحافظة حفظنا والله مسكت فرامل ما بيني وبين الموت إلا شعره احمد الله ميب مهارة قيادة الله يلزاك خير ليست مهارة قيادة كانت الطائرة بتنزل وانفتح لدن مع ما ما نزلت ووجه الهواء ثم أنزلها الكبتن كبتن رائع لا الروعة في حفظ الله الله يلزاك خير الروعة في حفظ الله الله يلزاك خير ودخلت في السيل وكنت سأغرق لكن صعدت ثم رمو الحبل وكان سينقطع من قطع مهب هذا حنك في من أنقذك الحافظ حفظك فأنقذك فاسجد ولو على الإبر وعلى حام الإبر وعلى الشوك إنه الحفيظ سبحانه وكلما تجدد أبناؤك ترسلهم كلنا نخرج أبناءنا في كل صباح إلى المدارس المدارس ولا لا وبعضنا يقود بهم وبعضهم يرسلهم في الحافلة أو يمشون على الطرقات اللي خل ابنك يرجع أنا أقول لكل أم لا تستقبل الأطفال اخلع توبك ضع الحذاء في مكانه ضع الدروس في مكانها تغدى هذه الأوامر جميلة قبل ذلك فإحمد الحفيظ إذ حفظهم فردهم في من لم يعد في من لربما وقعت عليه جريمة في من يقطع الشارع طفل صغير ملتفت سائق إليه فساواه بالأرض صحيح؟ ولكن الذي جعل ابنك يقطع الشارع وما يدعس وما هو الحفيظ ويجب أن نربي أبناءنا على أن يرتبطوا بالله يا بني ابذل السبب اقطع الشارع بعد الالتفات يمين ويسار واللي يحفظك ليست نباهتك ولا ذكاؤك إلا كنه الله قد تكون ما في سيارة على اليمين ولا سيارة على الإسار لكن في حفرة قدامك ما شفتها الله يصلحك فتسقط فيها ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان متوكل على الله حق التوكل وهذا تربية التوحيد ترفع الإيمان في قلوبنا ترجمة نانسي قنقر